استقبلت القوات البحرية وفدا من القوات البحرية الفرنسية وذلك بحضور كل من الفريق أول نيكولا فوجور رئيس أركان القوات البحرية الفرنسية والفريق أشرف إبراهيم عطوى قائد القوات البحرية تضمنت الزيارة قيام الوفد بجولة تفاقدية لعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التي شهدتها القوات البحرية المصرية في الأونات الأخيرة وأكد الفريق أشرف إبراهيم عطوى قائد القوات البحرية على أهمية تبادل الخبرات وتنصيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة بين القوات البحرية لكل البلدين من جانبه أشار الفريق أولا نيكولا فجور إلى عمق العلاقات الشراكة والتعاون الثنائي في المجالات البحرية بين البلدين الصديقين يأتي ذلك تأكيدا على الروابط العسكرية المتميزة التي تجمع القوات البحرية المصرية والفرنسية